الانتصار التاسع عشر تواليا للناخب الوطني ولكاتبته وهذا يحسب له أكيد ودعوني أيضا أن أفتخر أننا عدلنا الكفة اليوم في عدد الانتصارات مع منتخب نيجيريا بعدما كان متفوق هذا الأخير أصبحنا بتسع انتصارات لتسعة من مجموعة 22 مواجهة كويسة مهم جدا خلاص لأننا أفضل إفريقيا ما كاش نقوله في أن التعود ترجع ونعرف أنه حتى في ترتيب الفيفا اليوم هذه المباراة الودية لما تفوز بها أنت رح تسعد في سلطة الفيفا وأيضا حتى إبراهين جافور في ربما عملية قرعة كأس العالم رح تخدمك لما تسعد في كأس الفيفا مصطفى مرسل خاصة في المنافسة أو في التيراجوسور كأس العالم دي من الخمس الأوائل رح تكون أنت هو وتصدر المجموعة وتصدر المجموعة هذا ربما حتى الفوز اليوم وين جمال بالمماضي رسخ في دهنية اللاعبين تقافة الفوز مهما تكون المباراة يعني مباراة ودية ولو أنها رسمية لكن الدائما بنفس الارد نفس العزيمة نفس الإصرار عند اللاعبين توقعنا والحمد لله هذا الفريق أدي بشير بالخير خلونا نبدأ من الشوط الثاني تحدثنا عن الشوط الأول قبلها سنشاهد كل الصور الخاصة بالمباراة لدينا الوقت الكافي للحديث عن ذلك ما هي دي نفتح شوط ثاني يمكن أن نقيمه بطريقتنا وبأخرى كان مغاين للشوط الأول تماما من حيث الريتم من حيث ربما حتى الأسماء حتى ولو لم تكن تغييرات كثيرة ماذا يمكن أن نقول شوط الثاني شفنا شوط الثاني متكافأ متكافأ لزوج فرق شفنا فريق الوطني كان منظب كمان ينبغي أن نضيب التقتيكي لابس به شفنا اللمسة المدرب شفنا 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 ندفع باداني كبير خاصة النجيرين ونقدوا شوط الثاني لابس به وشفنا فريق الوطني لدار جهودات كبيرة في هذا الشوط الثاني ونبدوا داروا مقابلة لابس بها وشفنا بدون فريق الوطني 19 مباراة بدون انهزام وشفنا فريق الوطني خاصة غياب ثمن اللاعبين أساسيين ولكن شفنا فريق الوطني ما تغير كثير ولكن دار مقابلة ممتازة خاصة فريق النيجيري شفنا فريق النيجيري مش فريق النيجيري لشفنا في التاسم فريق شفنا غيابات هذا الفريق ولكن جديد نقص الخبرة كثير من فريق النيجيري ولكن فريق الوطني في مرحلة جيدة 19 مباراة بدون انهزام وتمنوا له ان شاء الله توفيق في المقابلة القادمة قبل أن نذهب إلى سؤال التي أعدها زميل محمد ستول الخصة بالشوطة الثانية وعودة إلى الشوطة الأول فقط نوقف براهيم زفور عند منتخب نيجيري يعني هو الآخر اليوم منتخب نيجيري نشوفه نيت المدرب الفرنكو ألماني ابن الألزاس كان يبحث عن ملامح تشكيلته أيضا وقال لك منذ البداية كان يقول لك ما عنديش اختبار أحسن من المنتخب الجزائري نظرنا المباراة كانت أحسن اختبار للفريق النيجيري ونشفنا هو ثاني جدد اللعبين ويبحث عن طريقة اللعب نظرنا أنه اليوم من فريق أنا نسير على المباراة لكن من الجهة الأخرى فريق النيجيري يحاول أنه يعادل النتيجة حاول أنه يخلق ثغارات ويحاول أنه يسجل الأهداف لكن ما كان لك الحظ لأنه كان الفريق الجزائري كان منظم كما لازم الحال كان لها بعض الفرص لكن نظن أن يوم الفريق النيجيري كان عنده لعب شبان يعني معروف على المنتخب نيجيري هم معروفين بالانضيباط رغم الخسارة لكن ما يعني ما خرجوه وهو دائما منظمين في الميدان نقصهم شوية خبرة للأمام لكن نظن أنه هو ثاني يبعث على فريق ليقدر يواجه به في المستقبل مصطفى مازا شفنا أنه أكيد جمال بالماضي يعرف جيدا ما يقوم به يعرف مهام ويعرف شفنا تأخر نوعا ما مقارنة بالمنتخب الناجيري منتخب الناجيري لما دخل تغيران يعني في الشوطة ثاني جمال بالماضي انتظر إلى غاية ربما لحظات الأخيرة وقام بتلت تغيرات هل كان حبي يشوف أكثر هذه الأسماء جديدة اليوم أكيد هي فرصة لمعاينة بعض اللاعبين بعض اللاعبين عن قرب خاصة المباراة الأولى أمام منتخب ناجيريا ثم المباراة التانية راح تكون كذلك جد صعب أمام المنتخب المكسيكي الذي لم يخصل لـ 21 مباراة هذا ربما المباراة هذه هي مباراة اختبار لبعض اللاعبين لعينهم عن قرب على غرار محور دفاع لتخل في مديوب لتخل في مكان طهرات كذلك فرص لعاد إلى المنافسة كذلك تغييرات تكتيكية نعم تغييرات لا ما يشتر تغييرات منصب بمنصب يعني أبقى على نفس طريقة نفس النظام اللعب لكن نظن نقطة قوة تعلق الفريق الوطني هي الاندباط التكتيكي الروح الجماعية التضامن فيما بينهم يعني تحول دفاع هجوب ولا هجوم دفاع بطريقة سريعة ربما هذه الأشياء وهذه الملامح تخلي المنتخب الوطني يعني يزيد يتطور أكثر فأكثر بالرغم من تغييرات كثيرة في التشكيلة الأساسية يعني نجددها بنسبة كبيرة جدا مصطفى كيف تفضل كنت رح نقول لك لا يتبرك نزيد نضيف على أشغال مصطفى فيما يخص قلتي التغييرات هو كان يعني دارسها أنا نظن باللي كان دارس لماذا لأن حتى شوف يشكون اللي خرجوا هم اللعابين اللي معروفين المعروفين لأن يعرف إذن المباراة دي حب يعني باش تكون عنده نظرة كاملة وحقيقية على اللعابين هدو اللي عود دارهم ليهم ونظن يعني من غيار يعني من خلال هذه المباراة الآن عنده نظرة نقدر نقول لك خاصة على وسط الميدان أنا مقبل نتكلمه الآن مصطفى كويش نتحثوا على هذا بالرحمة على الصورة نتحثوا على كل الخطوات هذه يعني منصب منصب نتحثوا يمكن أن نحلل كل هذه اللقطات اللي قام بها المنطخب الوطني الأمني ممكن لكم الكل يدخل في هذه اللقطات الآن شوفي يعني العموم يعني قبل ما ندخلو هي دفاعين مش فيناش غلطات كبارة يعني كانوا يعني في ضل غياب بالعمري اللي نقولو ركيزة ركيزة إذن الدفاع اليوم شوفنا يعني تقريبا بدون أخطاء مدرورش يعني أخطاء لفادعال اللي يعني تتمكن النجريين يسدلوا زيت في وسط الميدان اللي كنا ربما أنا من الناس اللي كنا حتى هنا نضم اللي كنا موافقين خايفي شوي عن الانسجاب شوفناهم أنه كان انتشار جيد في الميدان خاصة اليوم ريفيلاسيون يعني باش نقولها بكل بولحيا شوفنا ريفيلاسيون نضم بالجهة الاسمالية لا نضم بالسج النقاط كبار يعني الفتء انتباه بالماضي صعب جدا أنك وكل المختصين مشغل بالماضي يعني حتى هنا كنا يعني نتكلموا عليه في الستيديو قلنا أنه يعني المرضود التعوى ده نقدر نقول لك يعني كله 90% زيد الهجوم ربما نقطة شوية بالنسبة لي نقطة شوية يعني سودة ما يش سودة يعني نقول ما أداوش يعني وش كلنا والله بالماضي والله وش كلنا احنا انتظروا عندما تشوفي بالرحمة يعني حاول يعني رغم أن المحاولة يقدر يدير أكثر يقدر يدير أكثر يقدر يدير أكثر ملوموش لأن هذه المباراة الأولى ولكن أنا نظن باللي قادر بالإمكانيات اللي راني نشوفه فيها في بطولة إنجليز إنجليز نظن باللي عنده إمكانيات دولور تاني خصاته حاجة لازم نقولها خصاته تهديف هذا لو ما يسجلش يبقى دائما عنده الشك هذاك ربما يأطر عليه أما يعني على العموم أنا أقول بالليل الفريق راه يعني في فيش تحسنوه في التاريق يعني الجيد لما تبقى من المباراة النقطة الإيجابية هو الدفاع نعرفه بلت الأعوام الماضية شفنا نقطة الضعف هي فريق وطني هي الدفاع خاصة المحور المحور الآن اليوم في المباراة هذه شفنا من لعبين جدد في الفريق وما ما تلقوش أهداف درج أقطق ما تلقوش أهداف للفريق من نيجيريا وما تنساش لمسة هذي لمسة الناخب لمسة فريق الناخب جمال بالماضي يمتز بهذا فريق الوطني عنده 13 مباراة تلقى ثلت هداف ضربة جازمة فريق نيجيريا الكونغو وخوذيوار هنجوف بالليك لمسة المدرب وان شفنا فريق الوطني خاصة اليوم وان شفنا بالعمري مكاشو عطال وشفنا اللعب مخصوصين في وسط الميدان شفنا قذيورة فغولي في وسط الميدان بالناصر أنا ذكر عطال مفتاحي ربما من بين الأسماء منقولش الوحيد القليل اللي تأثر جمال بالماضي لغيابها كثيرا تحدث على عطال كثيرا تحدث على عطال بالعمري نعم عطال بالعمري وخاصة بالليلي اللاعبين ممتازين عندهم عنده اللاعبين أساسين في الفريق ولكن بالماضي عنده نظرة واحدة وخرى لعبين اليوم منشافهم بالليك اليوم التغييرات دارهم في الدقيقة السبعين باش عطالهم وقت مناسب باش يشوف عين اللاعبين كما ينبغي ولهذا ان شاء الله يكون عندنا فريق قوي في المباراة القديمة إبراهيم زافر بالنسبة العطال نظرنا اشتركوا في القناة